اعزائي مشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر الان البرنامج اتجاه اتجاه تاني اتجاه في شؤون الاسرة هنتكلم على قانون الاسرة وهنتكلم على الحركة التنظيمية ما بين الاسرة ومين الظالم ومين المخلوم استديك معنا الدكتور محمد حلمي استاذ القانون الجنائي الدكتور محمد حلمي محمد بن نقد اهلا بيجا دكتور اهلا بيجا دكتور اهلا بيجا دكتور في الاول ده جما تعودنا نتعرف بحضرتك انا الدكتور محمد حلمي حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي ومحمد بن نقد وبمارس المحامة من أكتر من 25 سنة وليه في العمل القضائي يعني ومر علينا كتير في العمل القضائي ومشاكل الأسرة وأحوال الشخصية أهلا بي أهلا بي في أكتوبر مسميناك كاشف الحقائق ربنا يحفظ حضرتك أكتوبر بلد مكان جميل ومكان حلو وناسه كلها محترمة وناس عفاضل والحقيقة فيه ناس مسخر نفسها في أكتوبر لخدمة أكتوبر وأهل أكتوبر وغيرين على أكتوبر وحارسين أن أكتوبر تفضل على مستوى إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور في البداية دكتور هنتكلم عن مشكلة كبيرة قوي من اللي بيتواجه أن كلنا في الحياة عمو مشكلة الحضانة تحضرت الأولاد هو حضرتك الأسرة هي أساس المجتمع ودائما الدولة والقانون بيهدف إلى حماية الأسرة والقانون زي وزي أي حاجة بيتطور بيتطور للأفضل والأصلح وكده بناء على التجارب والتقدم والحاجات دي فبردك القانون بيتطور ويواكب الأحداث يعني قول الأسرة اللي حضرتك تفضلته إن احنا بنتكلم بصدد ده ده وجد سنة 2004 قبل كده قبل سنة 2004 كان يسمى قانون لحوال الشخصية اتجهت الدولة لأن الأسرة يتحافظ عليها وبالذات الأطفال يكون المكان اللي هو المكان التقاضي يكون مكان مناسب لجو الأسرة يكون في ناس أخصيين اجتماعيين وفي ناس حالات نفسية ومحكمين ويكون جو التقاضي نفسه جو ملائم لنفسية الأطفال وتواجد الأطفال إذا استدعى الأمر وجود أطفال في المحكمة ما يكونش في مكان فيه متهمين ومجرمين وكده فده اتجاه توحيد النزاعات كلها التي تتعلق بالأسر في مكان واحد قبل كده كان متعددة بين أكتر من المحكمة فالقانون تطور في هذا الموضوع لحقوا أو نقول القانون الخلع وأنا من وجهة نظري أن القانون الخلع من أحسن القوانين اللي تمت ملناش دعوة بإساية استغلال الخلع أو في ناس تستخدامه لكن قانون الخلع في عاده ذاته قانون جميل وقانون حافظ على الست أو حامى قرامة الست وحامى قرامة الأسر وحامى الراجل اللي هو حامى الراجل نفسه فكان بيترتب على ذلك لو مش في قانون الخلع كان بيحصل جرائم كبيرة جدا نتيجة أن عدم استطاعة الزوجان هي أو عدم استطاعة الزوجان هي تمفصل على مزبوط مزبوط نرجع لسؤال حضرتك الحضارة الحضارة تصور إمتى عند الطلاق تمام والطلاق إما أن يقوم من الزوج وده اسمه طلاق الزوج بيطلق الزوجة ده اسمه طلاق وفيه تطليق والتطليق هو الذي يتم عن طريق المحكمة وفيه الخلع أي مكان طلاق أو تطليق أو خلع حصل فيه انفصال بل الأول Hern Care هو الفرقة ما بين التطليق وبين التطليق تمام تطليق عن طريق المحكمة والطلاق عن طريق الزوج عن طريق الزوج يبقى لطلاق حق أصيل للزوج بدون تدخل للزوج الحق في التطلاق في أي وقت تمام فيرجع إلى تقديره هو الشخصي إذا تم الخلع أو تم التطليق أو تم الطلاق حصل انفصال بين الأبويت أصبح فيه أولاد في النص الأولاد دول يروحوا لمن؟ القانون أعطى الحق في الحضانة للأم حتى سن 15 سنة والحقيقة القانون اللي كان قبل كده إلى غاية قانون 85 كان بدي الحق في الحضانة للأم للصغير للصبي حتى سن 15 سنة وبعد 15 سنة ينتقل إلى الأب جه القانون الجديد اللي هو سنة 2004 وأعطى عدل تعديل بسيط وهو يخير عند بلوغه الصغير 15 سنة يخير الصغير أيهما يختار أن يبكى في حضانته طب الحتة إيه حضرتك؟ طب معاكيد الطفلة يعيش مع أمه 15 سنة أكيد بعد 15 سنة يختار أمه أنا متفق مع حضرتك والحقيقة يمكن الجهات النسائية والمنظمات النسائية كان لها ضغط شديد في هذا الموضوع ولو إن أنا ضد هذا الموضوع أو من رأيه الشخصي بالذات بالنسبة للولد الصبي للإبن عند بلوغه سن 15 سنة يكون هو في أحوج إلى حضانة الرجال منه للنساء النساء محتاجينهم قافل أول في الصغير للتطعيم والتنشئة الجسمانية الرعاية الجسمانية أما بعد 15 سنة الإبن في حاجة إلى الرعاية التعليمية وحيطة الأب وحكمة الأب وقسوة الأب في بعض الأحيان وهي قسوة تكون مطلوبة في بعض الأحيان وتعليم الأولاد فالتعديل إعطى التخيير والقاضي اللي بيخير الطفلين أو الطفل اللي هو الولد اللي احنا شايفينه 15 سنة وأنا من ظني ومن رأيه 15 سنة ده سن كويس أو سن كبير ما بقاش الولد في حاجة لحضانة النساء ولكن العمليا أنا ما شفتش في القضاء اللي برشرتها إن ولد اختار حضانة الأب طبيعي 99% بيختار حضانة الأب الأب بالنسبة للإبن لما بيكون هو في حضارة أمه الأب اللي هو وسيلته هو الدعم المادي بس هو ما إلا ما كانت فلوس كده جيله هو هيجيله نفقة النفقة والتعليمه لسه هتكلم حاقه في التعليم وحاقه في النفقة وحاقه في القسوة إذن هيختارهم والعلاج فبالتالي هم بالنسبة له مش نقصوا حاجة اللي خليني أروح عند الأب وكمان بتصور مشكلة لو الأب متزوج بأخرى غير طبعا سيدة أخرى فده بالنسبة للولد والأم بتشحن وخلينا واخدين في الاعتبار خلينا عارفين الأم بتشحن الولد لا ما يصرفش عليك إذا نحن محتاجين لده شريع جديد ووقفة في الحتة دي بالنسبة حتى على الأقل للأب لا يخير بلغ سن 15 سنة ينتقل إلى حضانة الأب لأنه هو في حاجة لأنه برضوك عايزة نبه في حتة هنا الحق في الحضانة هو حق للطفل أو للصغير أكتر منه للأبوين يعني الحضانة مش حق للأم أو حق للأب هو حق للصغير ولذلك في حتة عملية بتصور أن ساعات الستة تتنازل عن حضانة أولادها للأب لظروف ما وبتتنازل عن حضانة هذا التنازل لا يعمل به ولها الحق في الرجوع فيه وتطلب حضانة الأولاد بعد التنازل عن حضانتهم حتى لو مضت وعقرت بذلك لأنها لها مرضوط قانوني أن الحق في الحضانة حق للصغير وبالتالي هي لا تملك أن تتنازل عنه وليس حق لها هي هي تتنازل عن حقوقها إنما ما تتنازلش عن حقوق الصغير مزبور فيخير الأولاد في الحضانة يختاروا دع الحضانة طب إنت بتنتقل الحضانة من الأم بتنتقل الحضانة بالأم لقدر الله إذا توفت دين مرة واحد إحنا بنقول الأم منفصلة أو إذا تزوجت بآخر غير أب الطفل فده أصبح أجنابي عن الطفل سواء ولد أو بنت تمام تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم حضرتك إحنا في مصر نتحايل على القانون تمام ستة دا زواجت أنا بتجيز الزواج ما بتجيز جاوز سجاوز شارعي أنا سعيد بك اللي خدتيني في الحتة دي تمام أنا أشكرك على إن أنت خدتيني في الحتة دي لإنها حتة عملية تمام بيتم عمليا إن الستة في حالة الطلاق ابتأى بيت تقوم بالزواج وعندما تقوم بالزواج تلجأ إلى الزواج العرفي سواء اللي حالته الناحي العملية يا إما خوفا على حضانة أولادة وما يتاخدوش منها وده مسلك مش صحيح تربويا نفسيا إذا كنت بتتحايل وتخلي الزواج عرفي عشان تختفظ بحضانة الأولاد في وجود زوج غريب عن أبوهم ده مش صحيح تربويا ولا وخاصة لو أنت كمان حضانة لبنت وعارفين التجرائم اللي بترتكب مع الأسرة يعني مجال مش مجالها والحالة التانية إن هي بتهرب عشان المعاش مثلا إذا كانت بتاخذ معاش بتاخذ معاش فبتخفي الزواج الرسمي حتى تستمر في صرف المعاش وآخذ المعاش فتنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم عند زواج الأم في حالة عدم وجود أم الأم الجدة يعني اللي احنا بنقول الجدة الأم تنتقل إلى الجدة لأب بشرط إن كل اتنين قادرين صحيح طب الجدة أيها برافر يعني كنت عايز أقول لحضارك سألك يعني طب لو الجدة أم الأم نفسها هي مريضة غير قادرة صحية وده بيحصل تنتقل الحضانة إلى الجدة لأب أم الأب طب أم الأب مش موجودة تنتقل إلى الخالة أخت الأم مفيش خالة إلى العمى إلى العمى العمى هو مقدة قرابة النساء على قرابة الرجل في الحضانة يعني أم الأم الأول بعد ما كانتش موجودة أم الأب أخت الأم إذا كانت موجودة مش موجودة أخت الأب اللي هي العمى فقرابة النساء مقدمة في الحضانة على قرابة الرجل دي حتة الحتة التانية اللي هي مرتبطة بها في الخضانة الرؤية الرؤية لمية الرؤية المفروض للأب تمام وعشان الكنون برضو اتطور يعني مفيش حاجة رؤية الرؤية لا تنفس جبر عشان بس نلفت النظر ده ما ينفعش زي الزمان ونقول اجيب البوليس وياخد الولد وكده حضرت الأم خلت مسكن بييد وقعدت فيه الوحدة وهو الأب ما يعرفش ده حاجة تانية ده إخفاء وده ترغم تنظر الأم في الحالة دي وإذا كانش تنتقل تسحب من الحضانة ما يشوفش ولاد ده حصل وبنشوفها وبتخفي المكان وتنتقل والأسف كمان ده مرتبطة بحاجة بتساعدها الولاية التعليمية فالولاية التعليمية طبقا لآخر تعديل أصبحت للأم في حالة الانفصال طيب بقوة القانون بدون كان الأول نجيب الولاية التعليمية بأمر وقتي تاخد طلب من قد الأمور الوقتية بإعطاء الولاية التعليمية للأم لا طبقا للتعديل الجديد في حالة الانفصال وفي تعليماته وقرار من وزير التعليمية أن الولاية التعليمية للأب فبالتالي بتلاقي الأم سحبت ملف الولاية من المدرسة نقلتهم في مدرسة تانية الأب ما يعرفهاش وبالتالي عدمت الرؤية وبالعكس أنا أعرف يعني أباء ما يعرفش أولاده فيه في أنهي مدرسة وفي أنهي مكان فدي مشاكل الوضع القانوني حل قانوني إن هي تنظر وبعد كده الرؤي يسلب منها الحضانة إلى الأم وتنتقل الحضانة لأم وطبعا بين البنت والأم يعني حضانة عدم رؤية عدم الرؤية للأب منحقه نقل الحضانة وينقل الحضانة بس هنتقل مين للي يليها مظبوط ما هي تسلسلية زي ما احنا قلنا هي حاجات متشابكة ومتطار هل ده محتاج يثبت هو محتاج يثبت اللي بيتم عمليا إن المفروض الرؤية دي ثلاث ساعات حد أدنى على الأقل في الأسبوع سواء في مركز اجتماعي أو مركز أمومة وطفولة أو في نادي والأماكن دي جهزت دفاتر مظبوط بتحطها على الباب اللي ليه حكم رؤية بيعلنهم الأول إن أنا عندي حكم رؤية وحنفزه في يوم كذا في الساعة كذا وبيثبت في الضفتر من اللي حضر النهاردة سواء الأب أو الأم أو الطفل ممكن يثبت حضور الأب حضر في معادة الرؤية الساعة واحدة الظهر مثلا تمام وعدم حضور الأم يلديها مرتين انزار انزار مرتين في الحالة دي إذا استمرت على ذلك وحرمان الأب من حكه في الرؤية يقدم طلب بنقل الحضانة إلى الدرجة التي تاني تمام تمام طب النسبة للرؤية الرؤية للأب بالنسبة بس أوضح النوطة دي أضيفها الرؤية طبعا حق أصيل للأب طب في حالة وجود الأب الرؤية تكون للجدين تمام الجد يقوم مقام الأب بالضبط تحق الجد في رؤية حفيده تمام بعد إثبات بياخد جواب من النادي إن هي ما حضرتش في اليوم الرؤية الفلاني وعادي انتظرهم من الساعة واحدة للساعة الثلاثة أو من الساعة واحدة ما حضروش وبياخد جواب ما بيبقاش محتاج لتحرير محضر لا 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 وإنشاء قضية الجواب اللي هي الجواب ده ونزرهم خلاص هو الانزر دخل بيه بيه بحضرنا بتكنيق للأب الزيالي آه بالضبط للأب الزيالي تمام النفقة النفقة أنواع النفقة له آه النفقة دي وعلى الجاية أساسها القرآن تمام وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف تمام والنفقة الأساس بتاعها والهيدلاين بتاعها الأساس الرئيسي يصار الزوج وإعصار تمام يعني النفقة على قدر يصار الزوج مناش دعوة بالأم تمام يصارها إيه النفقة على الأب أو على الأب بنتكلم على نفقة الأولاد تمام وفي نفقة للأولاد وفي نفقة للزوجة في نفقة للزوجة يعني زي يقوله إيه أمام الاحتباس للزوجة يعني مقابل حق الاحتباس للزوجة لا احتباس على الزوج بالضبط إن الزوجة محتبسة على خدمة ورعاية الزوج وخدمته يكون لها الحق في النفقة تمام برضو الأولاد لهم الحق فيهن الحق في النفقة على العب إذا كانت الزوجية قائمة هو العب بينفق ما بيتصورش مشكلة في حالة الزوجية القائمة تصور إمتى المشكلة تصور في حالة الطلاق وانفصال من حق الأولاد النفقة يعني حضرتك بمجرد الست ما بتتقوم بموضوع الطلاق هي حقها في النفقة بيسط الطلاق عند الطلاق يسكت حقها في النفقة عند الطلاق لأن النفقة مقابل الاحتباس هي ما بقتش محتبسة على الزوج فبالتالي يسكت زي بالضبط الأجر مقابل العمل تمام وخدبات هي يعني شبيهة متاخدة من ده أن العامل بيشتغل يقول لها حق في الأجر ما اشتغلش مالوش حق في الأجر زي العامل فالنفقة مقابل الاحتباس في سلوكيات بعض النساء في عندهم سلوكيات خاطئة هل دي تسقط الحضنة بتاعتها نتكلم السلوكيات الخاطئة هل سوق السمعة أو السيرة تسقط الحضنة أو ارتكاب الجراء تمام تسقط الحضنة تمام غير أمين على الأولاد عمل الزوجة عمل الأم إذا كان عمل لا يليك بالأولاد وغير صالحة لتربية الأولاد تمام ده ينقل حضنة الأولاد طب النافقة تستحق للأولاد بس عايزة وضح في النقطة دي تستحق النقطة للأولاد حتى لو الزوجية قائمة اللي احنا بنشوفها عمليا الستة تاخد الولاد وتروح تعيش في بيت أبوها تمام تغضب زي ما بيقول اه مزدد دي لها الحق في النفقة معا هي لسه ما تطلقتش حق نفقتها هي والولاد تمام فالنفقة بتاعت الزوجة لا تسقط إلا بالطلاق طب هي غضبت وراهت في بيت أهلها وقعدت شهر واثنين وتلاتة لها الحق في النفقة وللأولاد لهم الحق في النفقة معناها هي اللي ماشى هي اللي ماشى يعني هي بس ده النفقة مقابل الأكل والشرب والمسكن والغطا والفرش والتعليم حرق قلت النفقة يعني هي النفقة مقابل احتباس طب حرق ما ما فيش احتباس هنا دي لها حتة تانية الاحتباس دي هتاخدنا بقى في الطاعة تمام انت طلقت من مسكن الزوجية برضاكي بيعمل لها حاجة انزار الطاعة هناخد دي حتة تانية عشان حتة النفقة وده ملمح زكي منك ان احنا رحنا اجينا فيه ان انت سبت مسكن الزوجية والزوجية قائمة فتاخد نفقة ليه ندخل بقى في حتة ان هو انزار الطاعة ويدعوها للطاعة في مسكن الزوجية وهي تعترض عليه او ما تعترضش في موضوعنا ايه طب اعترضت تمام خردو هنا فيش احتباس اعترضت اعترضت خلاص هي مش اعترضت مش حاجة ادوه هو الاول يسبقها انزار تمام الانزار بيدعوها للدخول في طاعته في مسكن الزوجية تمام يقابل هذا الانزار اعتراض الزوجة الاول قبولها تمام تيجي طوعية واختيارا واشكرك يا زوج ان انت دعتني متمسك بي المفروض والصوت العقل والصوت الاب والأب والأم يتدخل وحفظا على الاسرة وتلبي نداء زوجها اللي اظن طبعا اللي تكون عمليا سبق وخمسين حاجة عرفية يعني تمام اوضع وعرفية والتدخل الاصدقاء انا اعيز اقول لو هي هتتكلم زي محرق ولد كده وشكرا يا زوجي وهترجع مكنت هي مشت اصلا احنا بنتكلم من ساعتك اللي احنا بيشوف عملية تمام والبيوت بتخرب ازاي وازاي بيحصل مشاكل من كده طيب هي دعاها للطاعة ودخول في طاعتي في مسكن الزوجية المحدد لها في انظار الطاعة اما ان هي الاول حاجة طبعا اللي ندعوها اليه لكل زوجها ان تتريس وتتعقل تمام وانا زي ما بقولوهم كده اتفكر ان انت مجرد ما تطلعها هتلاقي العرسان وقفلك طوبير ما فيش غير الرجل ده يحافظ على بيتك وحافظ على ولادك طب حتى لو فيه حتى لو فيه ما هو ما فيش حد يحافظ على عياله اللي هو هيوة هو احرص الناس على ولاده مهما كان في الحالة دي تعترض على انظار الطاعة ولها مدة معينة خلال 30 يوم تعترض على انظار الطاعة وتبين في هذا الاعتراض اسباب اعتراضها على عدم دخوله في طاعتها عدم دخولها في طاعتك اما المسكن غير شرعي وحنحضق ونبين يعني ايه شروط المسكن الشرعي وحالات المسكن الشرعي تمام او ان الزوج ده غير امين عليها في نفسها او في مالها تمام تمام واخد بال حضرتك او ان المسكن مشاركة في السكن فيه احد احد غير الزوج تمام فالدخولي في طاعته للاسباب الاتية اما انه غير امين عليها تمام او غير امين عليها او ان المسكن غير مناسب شرعيا تقول ولا تزبط للمحكمة الاول بتسجل ده في اعتراضه تمام فعرضت الدعوة زي ما احنا بنقول يعني عرضت الدعوة يعني عرضت كامل وعريضة او تكتب فيها كلام اه تكتب فيها انا انا بعترض للاسباب كذب تمام اللي هي اما انه غير امين عليها او المسكن غير شرعي مسكن غير شرعي ازاي اذا كان يشاركها فيه احد في السكن ويهمين اوضح موطة هنا اللي هي بتاع اهلنا في الارياف ان الست بتتجوز مع حماها وحماتها او اخو جوز في البيت في العيلة كلها في العيلة بالبيت وكل واحد في جوزة الست اللي تجوزت في بيت العيلة ومعاها حماها وحماتها او اخو جوزة او اخوات جوزة ما ينفعش منها تيجي تعترض على انظار الطاعة وتقول اصلا حماتي سكنة معايا واخو جوزي يعني انت عندما تزوقتي كان يشاركك في السكن حماك وحماتك او ابو الزوج وامو الزوج او اخو الزوج انت قابلت بهذا فلا يجوز لك ولا يحق لك ايه تعترض على ذلك الآن نفس المضمون بس بصورة تانية اتفضل الزوجة هتعترض ان فيه زوجة اخرى لا دي زوجة اخرى ايو لا دي حاجة تانية الزوجة اخرى دي اتجوزها بعديها ولا قابلها ايوة بالضبط ايوة بالضبط بصل الكلام بيجيب معظم نفس الموضوع ايوة انا معايا الزوجة تزوجت انت الزوجة الاولى ولا انت الزوجة التانية بالظبط. انت ازا كنت انت الزوجة التانية فانت ازا كنت على زوجة اولى. فما يعقش لك ان انت تعترضي على وجود زوجة اخرى معاك في مسكة. تمام 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 تمام. اه. 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 طابعين. انا عفاظل صغير. طاحت عمير. رب نخليك ويعني نرجع مع الطاع. ان شاء الله. مالك يا ربنا اجعلنا فطاط يا رب. فاظل صغير ويرتلع ان شاء الله نرجع لكم والطاعة اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية والطاعة محمد بيه اهل المنسوة لحضرتك حضرتك كنا بنقول واجبات طاعة طيب اسمح لحضرتك بس ارجع لنقطة اللي هي حالة الزواج الزوجة التانية لان فيها حتة مفهوم غلط او فيه نقص معلومة في الحتة دي هو القانوني بيعطي للزوجة الحق في الطلاق اذا تزوج الزوج للمرة السانية وده الفرض ده بيفترض ان هي الزوجة الاولى تزوج الرجل للمرة التانية فيحق للمرأة ان تطلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها واذا مرت السنة من تاريخ العلم اللي هو بيتم عمليا المأزون المفروض بيعلنها بالجواز وعلنت وعندها علم لها خلال سنة ان هي تطلب الطلاق ولكن المفهوم الخطأ في الحتة دي ان ملهاش الحق في الطلاق لمجرد الزوج باخرى مباشرة لان الزوج باخرى ده حق شرعي للرجل ربنا حلل فلا يحق ليه ان هي تطلب الطلاق اعتراضا على استخدام الرجل لهذه الرخصة وهذا الحق ولكن لها لابد ان تثبت ان يكون قد اصابها ضرر تمام فعلي وحقيقي ضرر فعلي وليس ضرر معناوي الا ان اي ستة حتؤذى معنويا بمعالة بإثبات بإثبات ليش بالكلام ان اي زوجة حتضر معنويا بمجرد الزواج نفسيا ومعنويا مجرد الزواج يعني ده مخلا لكن لابد ان يكون هناك ضرر حقيقي وفعل اصاب الزوجة نتيجة زواج الزوج للمرة السنية وليس لمجرد الزواج تمام ويكون الضرر وقع حقيقي ده اللي معمول به قانونيا ومحكمة الناضي مستقرة عليه ان يكون لابد ان يكون هناك طلع طلع سبع ضرر في حالة الزواج بأخر وليس لمجرد الزواج بأخر نلجع بقى الحيطة اللي هي ايه ان هي تلفض الطاعة الطاعة سمين عدق لم تعترض نقول ان الزوج دعاه للدخول في طاعته ولم تعترض عليه في المعاد القانوني اللي هو 30 يوم او اعترضت باسباب فالاسباب المحكمة بتحيل الدعوة الطاعة للتحقيق لو تثبت ما اذا كانت اسباب الاعتراضة على الطاعة دي صحيحة وحقيقية ام لا تمام اذا انتهت المحكمة الى ان اسباب الاعتراضة على الدخول في الطاعة غير اه فعالة وغير مبدية مزبوط تدي رفض للطاعة تمام في حالة رفض الطاعة بحكم المحكمة تمام رفضت المحكمة الطاعة يحق تسقط هنا نفقتها تمام ويقيم الزوج عليها دعوة اسمها نشوز دعوة نشوز دعوة نشوز تمام دعوة نشوز تكون عند سقوط عند امتناع الزوجة عن دخول في طاعة زوجها وبالتالي يسقط حقها في النفقة وبالتالي اللي احنا نقول الست ايه بقت ناشز ناشز ملهاش نفقة على الراجل نفقة بس نفقة بس لكن حقها يبقى قائم في الحضانة تمام حقها يبقى قائم في رعاية الاولاد او في مسكنة زوجية تمام اذا كانت مشتقلة بمسكنة زوجية لكن ليس لها ايه نفقة تمام طيب اجوزت باجنبي هو مع ذلك مجوزة جواز عرفي هي دي مشكلة الثبات 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 اذا تمكن الزوج من ثبات زواج الحاضن الام الحاضنة باخر تصلب منها الحضانة تمام تصلب منها الحضانة هي مشكلة دايما اللي يابلنا في الموضوع ده مشكلة الاثبات وخاصة في حالة عدم وجود اسيمة جواز تنفيذ الاحكام بالنسبة الاحكام من الاسرة الحياة الحقيقة القانون فرق بين حاجته تمام أحكام النفقات والأجور والنفقات لاحظ دي للأكل والشرب تمام فالمفروض ودي يمكن نص غير مفاعل إن المفروض بمجرد إقامة دعوة النفقة القاضي يفرض نفقة للأولاد في خلال 15 يوم من رفع الدعوة تمام لكن الحقيقة عمليا ما بيتمش تمام إذا تم فرضت من المحكمة نفقة سواء نفقة للزوجة أو نفقة للأولاد والنفقة تشمل أنواحها مأكل وماشرب ومسكن وملبس وفرش وغطى وتعليم ومصاريف علاج دي أنواع لكن النفق أنواع كتير من النفقات لكن هو بيبقى حكم واحد شامل كله مع عدد مصاريف التعليم اللي هي بتبقى مستقلة لوحدها بإصالات فحكم النفقة إذا تم فرض حكم النفقة حكم النفقة ينفذ بمجرد صدور ولا يلزم أن يكون الحكم نهائي طيب تنفيذ حكام النفقة لها أكثر من آلية الطريقة العادية اللي هي أنت بتنفذ اللي هي الزوجة بتاخد الحكم وتنفذ عن طريق المحضرين ألم المحضرين بتسلم ودلوقتي فيه محضرين ألم الأسرة هما اللي بيتولوا تنفيذ هذا الحكم إذا كان الزوج في عمل جهة حكومية بتسلم صيغة تنفيذية في جهة عمل الزوج ويتم خصم النفقة في حدود لا تتجاوز 50% من مرتب الزوج تمام من جهة العمل برضو إذا كان جهة العمل جهة خاصة المفروض هي تلتزم برضو بتنفيذ حكم القضاء ودي المعاوقات اللي بتقابلنا في الحياة برضو إذا كانت ساعات جهة العمل جهة خاصة ما بتكونش فعالة في تنفيذ أحكام النفقات أو بتخفي ساعات إن هو غير إن الشخص ده يعمل لديه تنازل الزوجة عن حقيمة المنقلات الزوجة عملت إقرار متنازل إن هي استلمت المنقلات بتاعتها وعليها دي شو طيب اسمح لي في الحتة دي أوضح نقطة إن برضو عمليا يعني طبعا قائبة المنقلات دي إحنا عرف وجرى عليه العرف إن تحرر قائمة المنقلات للزوجة تمام وإن المنقلات دي بتكون ملك للزوجة تمام وفي حالة عدم وجود منقلات قائمة منقلات واستطاعت الزوجة أن تثبت إن المنقلات سواء بفواتير أو بشهاد الشهود إن المنقلات اللي موجودة في شقة الزوجية بتكون قرينة على إنها مملوكة لي تمام حتى في حالة عدم وجود قائمة منقلات تمام يحكر الزوجة إن هي الطالب دي المعلومة اللي أنا كنت عايزة وضحها أن تطالب بقائمة المنقلات حتى لو الزوجية قائمة تمام بدون طلاق طيب هي طلبت لكن طلبت واستلمت واستلمت ومضت خلاص سكتت حقها لأن إذا كان القايمة هي أصلا ورقة عرفية يعني قايمة المنقلات ورقة عرفية مضاها الزوج تمام ما هيش قاسمة جوازة رسمية مثلا تمام هي ورقة عرفية ومع ذلك تحترم هي مثلا فرضا سي قالت استلمت ورقة المنقلات ورقة الأيمنية فقدت ومضت على إنها فقدت فقدت هل من حقها أن هي ترجع تقول إن أنا ما استلمتش أو إن أنا مضت تحت التهديد أو الإكراد تحت التهديد أو الإكراد صعبة شوية في حالة الزوجية تمام إلا إذا يعني قدرت تثبت إن هي وقعت تحت إكراد ووقعت الورقة تمام ووقعت الورقة تحت تهديد في شهود في شهود وكده وإن تحالل ورقة في شهود إنها مضت وإنها كده بمحل إربطة صحيحة وسليمة ويعتد بي طيب بتصور حتة عملية بقى في الحتة دي اللي بيتم في النحي العملية إن الزوجة تقيم دعوة مطالبة بالمنقلات تمام ويتم التصالح كده قائمة المنقلات قدمت إلى المحكمة تمام وبيتم التصالح عليها تمام كده قائمة المنقلات يعتبر انتهت لأنه صدر فيها حكم تمام في خط لابس في الحتة دي طب هي ما رجعتش ما رجعتش بس إيه في علاقة موجودة مثلا وسيرة يعني مثلا في حيني بتيجي تتردد على الزوج تاخد مبالغ من الزوج تقعد مع الزوج تروح تيجي ده والعلاقة قائمة العلاقة قائمة حاجة والقائمة والورقة اللي هي أقرت بيها إن إن هي استلمت منقلاتها قائمة ويعتد بيها يعتد بيها يعتد بيها خلاص دي التردد ده بيفيد إنه ما فيش إكراه ما فيش إكراه في أكبرها على التوقيع على التنازل على قائمة المنقلات بيتم إن هي ساعاته إن هي يعني اللي بيتم عمليا إن الزوجة عند الزوج أب الزوجة بيمض العريس على قائمة المنقلات بعد ما بيتجوزوا وكده فالزوج بيبقى مع ساعة رضا كده مع الساعة يقول لها انضيلي على إن أنت استلمت بقائمة منقلاتك تمام هذا الكراس السليم تمام ما الإجراءات المتخذة تجاه الزوج الزواج المعترد عن الطلاق الزوج معطرد عن الطلاق مش هيطلق آه ما هو الأول قبل قانون الخلع الطلاق كان بيد الزوج تمام والتطليق بيد المحكمة تمام والمحكمة تثبت على الزوجة أن تثبت لماذا تطلب الطلاق تمام اللي كنا بنقول عليه الطلاق للضرر ودي كان أنواع كتير تمام فكان إذا يعني أثبتت الزوجة الضرر اللي أصابها في الحالة دي بيطلقها القاضية وتحتفظ بحقوقها كاملة وتحتفظ بحقوقها كاملة لما جاء قانون الخلع الزوج معطرد على على الطلاق ومتمسك بزوجه بالأسف الحياة العملية بتبين لنا أن الست بتروح ترفع دعوة خلع وتفضل قائمة وعيشة مع الراجل لغاية مطايا يصدر لها حكم الخلع ويفاجئ الزوج أن صدر لها حكم الخلع وهو نعمعه في البيت وتيجي تقول له أنا خلعتك ده موجود ما أنا قلت لحضرتك في الأول قانون الخلع قانون عظيم لكن إذا كان فيه إساءة استخدام من القانون سواء لبعض السيدات فده لا يعيب القانون نقطة محمد 25 سنة لحضرتك قدتهم في رحلتك مع المحامل مفيش قضية الطلاق لها يعني نظر لقول قضية ما تتنسيش والله يدوس موضوع كان القضية كانت كبيرة كانت حجمها كانت فيها ملابسات يعني تعتبر شز حاجة مفاجآت عنصر مفاجآة هو أسباب الطلاق والستات يعني كتير ولا تقع تحت حصر ويمكن يهمني أوضح بس برضو كمفهوم أن الخلعة لا يشترط له سبب يعني من زي ما احنا بنسمع في الأفلام أصلا ما بيعملش أو أصلا كذا أو كذا مجرد أنها مجرد أنها مجرد أنها رضا مجرد أنها مش مترابط أو سيطرت الأم في بيت أهل الزوجة على الأب أو عدم وجود الأب بتبقى كرارات مش حكيمة شفت مثلا أن أم معاها طفل لسه ما فيه ستة شهور وولد زي الفل وترفض وترفض حضنت وتروح تسلمه لأبوه وترميل أبوه شفتها أكتر من حاجة دي نفسيا تعبيتني طبعا شفت جات لي قضية قضية نسب كمان دي القضية اللي وقفت فيها كتير إثبات نسب وكانت الست عايزة يعني الجد عايز ينفي نسب طفل لحفيده بعد وفاة العب وعشان اللي أنا اكتشفته من بحثنا في القضية دي في إثبات النسب أنت بتلجأ لتحليل دي ني تمام وتحليل دي ني بيختلف في حالة الزكر عن الأنسة تمام وفي حالة الزكر أن تقدر تعمل ماتشنج زي ما بقوله أو توافق بين الولد وحتى الجد السابع لحد آدم تمام الزكر الزكر تمام الـ X Y بتاعه مستمر وممتد من الطفل اللي أنت بتعمله التحليل إن شاء الله حتى لغاية آدم لو قدرت تجيب رفات غير البنت غير البنت غير البنت يعني لازم لازم لابن يتوافق يتوافق مع الجد والحقيقة والحقيقة في الحتة دي إحنا جينا درسنا فرض عشان أنت بتعمل إثبات نسب فأنت يعني فيه حاجات كتيرة مترتبة عليه فيه إثبات مراس فيه دخوله على عماته وخلاته أو 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 كده تمام فجينا عشان تعمل توافق فأنت هتعمل مع الجد بالزبط طيب جينا فرضنا فرضية طيب لو كان الأب اللي توفى ده هو اللي مش نسبه صحيح مع الجد آه آه موضوع كويل صحيح الولد ممكن يكون من ابن أبوه لكن أبوه مش من ابن جده بالزبط جد ولو أنا جيت خدت مع الجد حيطلع عندي مش هو مش تابعه مع أنه هو ممكن تكون الست والابن بتاعها ابنه صحيح تمام واخد بالحضر دي كان فرضية عشان نقطع مية في المية آه أو لا يعني نسب أو كده فحطينا الفرضية دي في حالة غياب الأب أنت بتعمل مع الجد طب إذا كان الأب اللي توفى ده مش ابن أصلا مش ابن الجد مش ابن الجد مع أن الطفل ابن أبوه بالزبط حتجأ يتعمل التحليل مش هتلعى الطفل متوافق مع الجد حتجأ في نسب الطفل وتقول الست دي جابته من سفاح وهي اللي ممكن تكون شريفة وجايبها من حلال والجد هي اللي جابت الابن من سفاح والحقيقة وأنا بدرسل القضاء دي مع ابن طب الشرق قالولي على فكرة فرضك ده يعني وارد وحصل وشفناه كتير طبعا وشفناه مثلا أنت في حالة الجسة تسليم الجسة ما بيتمش تسليم الجسة إلا بعد حتى وتعرفه أهله عليه إلا بعد عمل تحليل دي إن إيه بين الجسة والأب فيبقى الأب يجي يعمله التحليل يقولك لا مش ابن ده ابن واتعرف عليه كل حاجة ويكتشف أنه هو مش ابن فالحصلت كتير طب يبقى الحال اليقيني في هذا الموضوع إيه لازم حاجة من رفاة الأب هيعمل على تحليل الدقن أي حاجة شعر سن حتة من العظم يعمل معايا تحليل الدقن الأب مفقود في البحر خلاص صحي لا تاخد حتة تاني لا مش مفقود نحن عارف عندنا بنتفن في مدافن فيها أكتر من واحد مدفوط تمام وبنعمل حاجة اسمها العظامة أو العظامة أو العظامة أو العظامة أو العظامة طب طلع لعظمة الأب اللي أنت حتعمل على التحليل مش هتعر مش هتعر بالزبط فدي دي حاجات قضية وقفن عندها عشان يعني حدحسناها فقلنا إذا كنا هنعمل للولد ده نفي نسب لازم تحاجة من رفاة الأب حتقبله من الزبط لكن الطلاق كتير حالته كتير والواقع في أكتر من الخيال الواقع أكتر من الخيال وأكتر من الأفلاب وبنشوف المحاكم المحاكم مليانة ربنا يحفظ ويحفظ الأسر ويحفظ البيوت يا رب يا رب يا رب يا رب سيد مستشار ما رأي حددك في الزواج العرفي آه أنا سعيد إن كنا أحب إن إحنا نتكلم على هذا الموضوع الهام خلينا نحط نحدد أولا الزواج العرفي والزواج الرسمي الزواج الرسمي ده لم يبدأ بوثيقة زواج إلا في آخر يولو 1931 وقبل 21 كان عرفي كان عرفي يعني من الأمر الرسول عليه أو من آدم لغاية 1931 كان الزواج عرفي نسجل بأسيمة بالقانون وبوثيقة من آخر يولو 1931 وأصبح لا يعتد بالزواج إلا إذا كان ثابت بورقة رسمية اللي هي عن طريق المأزون بالنسبة للمسلمين والكنيسة بالنسبة للأخوة المسيحيين وبالنسبة إذا كان الزواج بأجنبية بيكون في الشر العقار تمام دول الثلاث أبواب أو الثلاث أماكن إذا الجواز العرفي عرفيا شرعيا وعرفيا طيب إيه نرجع لشروط الزواج تمام شروط الزواج إجاب وقبول وإشهار وبالنسبة للصغيرة للبنت ذكر ولي وقبول وإشهار ولي تمام بالنسبة للصغيرة اللي هو يقول وكلتي مي تمام ده بالنسبة لسن معين أو الوضع لا 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 المفروض لأي سن طالما بكر لأي سن طالما بكر آه تمام البكر ولي والسيب والسيب تستأذد بإذنها مش عايزة ولي بإذنها هي السيب يعني اللي سبق لها زواج اللي سبق لها زواج فالبكر ولي اللي هو احنا بنقول عليه وكيلها تمام فده شروط الزواج إذا توفرت في أي زواج فهو زواج تمام رسمي عرفي ده زواج زواج يعني الناس عرفوا أنه فلان اتجوز فلانا تمام وتسعة وتسعين تسعة وتسعين في الماء من أي زواج هو معروف بالإشهار أنا مش حابش بالقسيمة بتاعتي واقول للناس أنا اتجوزتها فلانا لكن اشتهرة اشتهرة وعرف أن في الشارع أن فلانا دي متجوزة فلانا تمام وده بيدخل ويخرج على فلانا زوجة زوجة بالزبط زوجة بتاعتي تمام طيب نيجي نفرق بين حالتين الزواج العرف ده بورقة احنا خلاص التفاعل أنه هو زواج رسمي وتم فيه إشهار وأجاب وأكبول ملايش دعو بالحاجات التالية تمام اللي هي في الدرة وفي الخفة أو أو ما تروش لحاجة وتجيب اتنين شهود صحابك وتوصيهم محدش يجيب سيرة وتجتموا ده مش زوج تمام تمام طيب الزواج العرف ده تم بورقة ولا بغير ورقة تمام الفرق هنا تمام الزواج العرفي تم بورقة ده مكتوب بتفيدنا فيه ايه بتفيدنا إن احنا لو في حالة اتنين شهود نعم يا فندم باتنين شهود حتى لو من اتنين شهود حتى لو من غير شهود احنا فيه توقيع احنا ليه بنلجأ كان للشهود كان بنلجأ للشهود زمانة عشان مفيش بطاقات فالاتنين يتعرفوا على الشخص ده ان ده فلان بالضبط تمام بعد ما بقى فيه رقم قومي فيه رقم طوفي قومي وبصمة وقراص والطب الشرعي يقدر يقولك ده فلان ولا فلان بالضبط بس في النسبة للعرفي لازم فيه اتنين شهود عشان ده زواج طيب حضرتك الامضة والبصمة والشهود طيب جات الزوجة ونقرت وقالت انا مثلا اجبرت اجبرت على الامضة اجبرت على البصمة ده هتخدنا في حتة تانية حالة تب الشرعي النهاردة اه يقدر يفت بس اكمل لحضرتك حاجة طيب حالة اختطاف او اختصاب ولجأ الى اخفاء جريمته انا اكمل اخفاء جريمته عن طريق تحرير ورقة عاد عرفي واتنين يمضوا عليها لا لا عددت جاوزت وبعد ما اتجاوزت مثلا ايه شهد ايام شهد شهور جات حالة لا انا ما اتجاوزتش في ورقة زواج وهي وماضيته باصمة لا يا خلاص دي الورقة دي ملزمة لها ولا تتحلل منها الا بدعوة تطليق دعوة تسخ زواج حالة طب الشرعي يقدر اه يقدر يقول لنا الست دي بهمانة يعني ولسه اني استفلت يا بش يا شرف لا انا اللي حدودك محاور جيد ودخلتني ادخل في مواضيع الشعيكة واتهمس الشارع فانا اشكر حدودك ان انت اتعطيلي الفصة وينشرفني لقاءاتك عايز اقولك احنا لسه يمكن في البند التالت فان شاء الله زي ما وعدت زي ما قلتلك برضا ان شاء الله الله يخديك ان شاء الله ماشيتي الله احنا مع الدكتور محمد حلمي واستاذ قانون الجناي ان شاء الله حلقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعرف كل حاجة منه ونبقى زينا زينا شرفني شرفني محمد بك سيدك ساميل عزيز واخدتني في مواضيع الشعيكة واشكرا في ذلك الى اللقاء ان شاء الله السبت القادم ودكتور محمد حلم